السلام عليكم ليزيكيب ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم في فيديو جديد ليعتبر هو الوحدة الاولى لجميع الشعب هذا الفيديو يعتبر هي الدخول السنوي تاع كل الشعب سواء كانت شعب الادابية ليتمثلها ادى فلسفة ولغات اجنبية او للشعب العلمي الاربع عمي رياضي تقنية تسير واقتصاد وشنو هو هاد المحور اللول ليجي في بداية العام ليجي نميع الشعب هو الشعر في عصر الضعف هاكي يسموه الشعر في عصر الضعف واحيانا يسموه عصر الضعف والانحيطاط يزيد يكملوا عليهم مسكين بشي يفكروه باللي هو المكين يوالوا عصر الضعف والانحيطاط نغلق الباب بالك ينقص شوية الحس باش ما تخلش القطعة ثانيك هكذا خير لولاد ولا مقبيل خير ها ها يا طب ضعبرك وخلاص الشعر في عصر الضعف واش معنطها لولاد معناها كنا نقرأه الادب العربي في سنة اولى وسنة الثانية بطريقة تاريخية يارا وصلنا لعصر الضعف ما تبدينه بالعصر الجاهلي سنة اولى ثانوي ومن بعدها صدر الإسلام ومن بعدها عصر العباسي الأول خلاصك في سنة الثانية ومن بعدها كملت العصر العباسي الثاني في سنة الثانية ثانوي كيف تخل سنة ثلاثة ثانوي باش تبدأ تبدأ بعصر ضعف والانحيطاط حتى يعرف تلميث باللي كنا يقرأ العربية في البرنامج الثانية ويتعو واحد طريقة تاريخية هكذا على بيها نتحقه جانب تاريخي نحن في الحقيقة لأولادنا نقرأ أدبارا بما نقرأ تاريخ لكن ديما ديما الأستاذة العربية يحشر نفوف التاريخ علاش جاءت وراء ويلاحظ التلميذ باللي الأستاذة العربية الله يسترنا دائما يحشر خانشو في التاريخ دائما علاها ويقرأ تاريخ لا لا موش يقرأ تاريخ بالصح نحن نقرأ على الأدب اللي كان في ذلك التاريخ نحن لم يهمناش بزاف عصر الضعف ونحطاق وإنما وش يهمنا الشعر كان في عصر الضعف ونحطاق ونقدرش نقرأه ونقدرش نفصله الأدب عن التاريخ على بيها نعطو لكم شوية رشعة هكا بركة رشعة هكا تاريخية إذن كيفاش نقسموه الضرس لأولاد راح نقسموه على زوج على زوج كما يقولوا في عنابة والشرق الجانب الأول نقرأه على العصر نحضروا شوية على عصر الضعف جيناس هالدرس فور ما تفلسفوش بزاف صح والجانب الثاني نقرأه على الشعر هذك لي كان في عصر الضعف الشعر في عصر الضعف فهمنا؟ طبق نعطي له بركة أس ما معناه؟ معناها قبل من دي ماري هذا هو المقصودوه في الحقيقة نحن جينا في العربية نقرأه على الشعر عصر الضعف ما تجيش نقرأه على عصر الضعف ولكن ولكن ممكن تشفو زعمة تقرأوكم العصر العباسي ما قرأوكم شوية العصر العباسي والظروف كيف أحكاوكم حكاية الملوك كيف أشكانوا دايما يحكي لك جانب واحد الجانب تاريخي مهم وفي الباك أدرايا يقدر يجي على اليسور يقدر أصلا هذا المحور هدايا الأولاد ما جيش بزيف في الباك لازم تعرف نقرأ لكم وقتش جاء في الباك هدايا جاء 2010 أدب وفلسفة البوصيري جاء 2022 أدب وفلسفة ابنه نباتة وفقط العلميين جامي جاهم واللغات جامي جاهم كان يقولوا لي لغات أجنبية يا شيخ بصحبك 2018 أو جاء أحمد شوقي أحمد شوقي مشي تلمحول أول مشي تعصر الضعف المحور الثاني والثالث هو شعر المنفى وجاين بعضها فيديو الجاية ندير تمارين معلم وراء النطر في عصر الضعف ومعدم وراء تمام موضوع على النطر فش يجي هدايا أحمد شوقي وجماعة لعناها شعراء عصر الضعف والنحيطات جوزوا جمارات برق في الباك مش محور لو يجي بزيف جاء بباك 2010 و2020 أدب وفلسفة فقط وكأجماعة لي سقشوا عن المقترحات خدمجو يا مخك خدمجو خممجو فيه قدري يجي في الباك وليما يقدرش يجي وش رايك آخر العام ونجاوبك ونقولك هل هو مقترح ولا لا جاءت جمارات أدب وفلسفة وجاءت في 12 أم في 12 شعبك وراهي الأولاد راي غير هنا هل يقدر يجي للغة ويقدر يجي للعلميين سؤال يبقى مطروح إلى نهاية العام ونبدأ بسم الله وش تحتاج كمعلومات أيها الجميل أيها البوغوس اللي يقرأ ويفهم بوغوس أنت جميل وأنت تفهم وش تحتاج كمعلومات في عصر الضعف أول حاجة تعرف شكون هو عصر الضعف مين يبدأ ويني خلاص عصر الضعف ما نكتبوش ما عليهم مقالة نديروا عليهم وخطط حيجيك أسهل بش تفهم شفاء ليه يبدأ بدولة المماليك عكا يسمونه ومبعدة دولة العثمانية ما عندها شحل فيهم دولة عصر الضعف فيه زوج دولة المماليك والدولة العثمانية صحة تقول لي دوكانتها وقتا ش بدأت المماليك نعطيك هنا يا تاريخ مرتكش تاريخ زعما رسمي 800 الهجري ولا لا نعطيك حاديثة صرات هي سقوط بغداد سقوط بغداد بغداد سقطت عدة مرات تقول لي يا شيخ آما سقوط بغداد تقصد نقصد سقوط بغداد على يد المغول يسموها هجمة هولاكو هجمة التأطار هجمة المغول يسموه سقوط الدولة العباسية علش قلنا بغداد لأنها تعرفوا باللي في السياسة كتقول العاصمة هي تكني على الدولة كتقول سقوط بغداد كتشقول سقوط الدولة العباسية كما كتقول قالت باريس باريس هي فرنسا ولا قالت برلين برلين هي ألمانيا كم قلوا سقوط بغداد يعني سقوط الدولة العباسية تأذك الوقت مش غير بغداد فقط على يد المغول اللي يسموهم كذلك التأطار يعني جات الدولة العباسية كي سقط هذه سنة ثانية ثانية خارج الفيديو من الصح احنا نبدأ من سقوط بغداد جت دولة المماليك مراها سقطوا المماليك جاء في مكانهم دولة عثمانية وقتش خلاص عصر الضحف منحيطات شوفوا باشي خلاص دايما جماعة بداية النهاية بس سقوط الله يسترنا احنا ان شاء الله ما نسقطوش اجماعة ان شاء الله كامل نبقى واقفين نقدرو نتعكلو هكذا نجو نزل قبص نبقى واقفين حتى الجوان بإذن الله اذا بقينا واقفين حتى الجوان عرف باللي مكاش اللي طيحنا كاين سقوط ولا نقولو هجمة بدلوش فيها مصطالحات نابوليون على مصر هجمة نابوليون على مصر نابوليون بونابارت هذا يصح هجم على مصر سنة 1798 تقريبا ما انتهى تقدر تقول باللي عصر ضعف ونحطط شدت حتى 1800 حتى بداية القرن العشرين يعني فترة طاويلة جدا حوالي ربعة خمسة وربما اكثر من خمسة قرون من سقوط الدولة العباسية الى نهاية والوجود العثماني في مصر والوجود العثماني في مصر انتهى بفجون فرنسيين عليهم ونابوليون هو زعيم تعلق الفرنسيين هذا الوقت نابوليون بونابارت نهاية 1700 بداية 1800 هذا هو عصر ضعف الانحطط وكواللا قال لك شكون هو عصر ضعف الانحطط تقولوا هذه المرحلات تاريخية اللي تبدأ بسقوط بغداد الدولة العباسية وتنتهي بسقوط الدولة العثمانية على يد نابوليون بونابارت وتضم شكون حلم دولة تضم دولة الممالك وللدولة المملكية والدولة العثمانية او الوجود العثماني او يسموها امبراطورية العثمانية الى اخره صحا هنا جاوبنا على السؤال هذا كتا شكون هو عصر الضعف الانحطط ولكن نقدر نزيد لكم سؤال باش ما يحاصروا كمش جماعة باش ما يجونا بحثة سؤال هكذا زيما اقوشي اضروات اقوشي اضروات قاي يكونوا هنا في الفيديو لو كانوا نقول لك لماذا سميها بهذا الاسم علاش اعطاولوا هذا الاسم اللي يخلع عادة الاسم الرايح فيها سموهم ساكن عصر الضعف وانا نزيد لك الاشكالية نزيدها اشكال الاشكالية هنزيد لها مشاكل وعليش العثمانيين ضعف يكونوا نقال لك ضعف هكا كين يقول لك لا يقول لك وليش مو قال لك العثمانيين ضعف كيف اكبر امبراطورية اسلامية في التاريخ وصلت الى اوروبا وحاصرت بوسمها ديك تعنمزها ديك وسمها العاصمة تعنمزها نسيتها قام حاصرتها عام قريب سقطت وفتحوا الاقسطنطينية وما نعرف واش وبدأت كيح شمال افريقيا فها تقول لي عصر الطعف نجاوبك الضعف المقصود في الادب ماشي ضعف عسكري ولا ويقول لك انت ما عندكش جيش خاش كين بزيف دول كينت قوية عسكريين ولكنها ضعيفة علميين واذبين ولهذا الضعف احنا ليهمنا ليهمنا الادب ضعيف العالم ضعيف الذي يقل لك ما هو سبب تسميتها بالضعف تقول له تراجع تقدر تقول له تراجع الاقتصادي وكذا بسحنا ليهمنا احنا وشنو هو تراجع ادبي كما الابداع ما كاش ضمول وفي القرائح والشعر ما كاش الادب نقرض ماشي غير نقص وضعف وقرب ينقرض لهذا ما هو سبب الضعف ونحطط قل تراجع الملحوظ والكبير بعد عصور النهضة خلش قبله مشكة كان الازدهار الادبي من العصر الدهبي العصر العباسي كي جا هاد هاد الدولتين سبحان الله سراوسا سراد تراجع ادبي كبير والابداع ما كاش وبقاغر التقليد والتكرار والركاكة وانتشار المواضيع التافهة ووصف الاشياء المألوفة واستعمال اللغة الدرجة والخاطئة والتساهل اللغة والكبير على بها اسمينا لكم هذا العصر بعصر الضعر يعني ماشي حقراء وماشي ظلم وماشي على جه ضعف سياسي ولا عسكري على بنا لكان عندهم الجيش الانكشاري وكذا وكذا لكن مرحلة الحقظة لكانوا مسيطرين عليها هي ضعيفة من ناحية الأدبية ومن ناحية العيمية همنا الولاد وش بقالكم ذوكا قالكم سؤال واحد ما هي أسباب الضعف ها لكان حوسون قولوا ما هي أسباب الضعف صحة قلتونا عصر الضعف شكن هو همنا ومبعدا زدنا تفلسفنا معاكم سؤال وعليش سميته هنا بعصر الضعف نجحته في المسألة قنعت هنا عصر الضعف خطرش كان وضعاف من ناحية الأدبية وكذا وبرهنتنا بالصح كان وضعاف وقتانع صحة وكان نقول لك خلاص سلمنا أن هذا عصر الضعف ولكن ما هي الأسباب لأدتهم مش نقدرون نشتنبوها ما هي الأسباب لتخلي أي أمة تضعف علش من العصر عباسي كانوا أقوياء ومن بعدها في عصر اللي بعدو وإن له ضعفاء هنا التلميذ يعرف ما هي أسباب الضعف شوفوا الأولاد أحفظ ربعا عبرك هي كين لأهن أسباب الضعف وكلها صحيحة وعلى بل شفت بزاف تلامين بعدهم تقافى هيلف هذه الفكرة دي كأسباب الضعف ما كلها الأستاذ يقعد يطول ويغنجق هنا لأهن المهم يمدل التلميذ أربع أسباب لأن نقطة تحفيظها شوفوا الأولاد وين سحقوا بزاف تفاصيل في الأسئلة التطبيقية هذي كي يقول لك ستخرجها من النص الشيء يرى الميسم ومحل الخصائص ولكن في الأشياء البسيطة منيح تكون بسيط أحفظ لي أي أربع أسباب للضعف حتى وما كانش هذي بيحنقولها هنا أي أسباب أشهروها وعلى بالي براح تكونوا تلاقيتوا بها في كل أماكن ها نعطيك أولا الإضطرابات السياسية وما تخليها شايحة أجماعة شرح لها وشنيه الإضطرابات السياسية اللي صارت في ذلك الوقت هي الحروب باختيصار ما كانش حاجة تهلك الأمة إما الحروب وش من الحروب حروب الطاطر هنا قلناها صارت الهجمة نابوليوم في الآخر في وسط هذه المرحلة صارت الحروب صليبية سقوط لأندلس جماعة صارت حروب كثيرة جدا أهمها وأكثرها تأثيرا هي هجمة المغول الطاطر يجد كيف يسمون الطاطر والحروب الصليبية إذا نسيت هاتزوج زي تسمي أشياء أخرى فيما سقوط الأندلس إلا اضطرابات سياسية حاجة الثانية السوء الأحوال المعيشية نفس الشري متخليها شايحة هكذا أحفظ هاد العبارة عفتشرحها فمتى السوء الأحوال المعيشية الأحوال تعالى الحرب وش تجيب تجيب الغيناء والرفاه تجيب الفقر والمجاعة والأمران وهذاك سوء الأحوال المعيشية وش دفعت دفعت الشعراء إلى الاكتساب إلى امتهان المهن الصعبة الشاقة معتها في عيوض ما يروح يشتغل المهن التاعه كشاعر ويربح بها حياته يعيش بها حياته وش يروح يدير يروح يدير مهن شاقة واذك المهن شاقة ترجعه ماشي فنان أصلا ترجعه ماشي شاعر تديه كامل عن الفن وعن الشعر وعن الإبداع علاش لأن ربح الحياة ضرورة لكن بزر الناس في وقتنا عندهم هاد الواقع تلقى عندهم ميولات تلقى عندهم مواهب ما شاء الله لكن للآسف لحيات ما سمحتلوش أنه يبينا ذوك ما تفرغ لهاش يطلب تفرغ كبير صحة كين ضايع أمهات الكتب ضايع أمهات الكتب يقول لي يا شيخ هل هي الكتب عندها أمهات وجدات وخالات لا هذه عبارة مجازية لطيفة مش معناها معناها في ذيك المرحلة وذيك الحقبة يكنش أهلة الطباعة الأولاد أهلة الطباعة جد في عصر النهضة من بعد قريب وقتنا نهاية 1800 ولهذا إذا كان الكتاب علمي مفيد مرجع أساسي ما رحش يكون عنده عدة نسخ اللي فيه عدة نسخ هي الكتب الشائعة المشهورة اللي عندها زي ما قرن مني خرجت ولا هذيك المؤلف في التاع وعالم كبير معروف تلقى عنده نسخة في بغداد نسخة في دمشق نسخة في بيجايا في القيروان في فاس في شبيليا في غرناطا مع أنتها تلقى شوية نسخ في العالم مزعين لما تسقط الأندلس هل يختفي هذك الكتاب لا لا يبقى جايا صحش كوني الكتب الأكثر تضرورا هي الكتب اللي كان في بغداد في بيت الحكمة خاصة في هجمة الماغول ضعوا حرقوا ديك المكتبة ورموها في الواد وقضوا على كثير وما راجع ولهذا التراث العباسي 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 يكون عند العباسيين نصوا ملحقش للأمة اليوم معتما ملحقش للجيل اللي بعده على جال ضياع الكتب ضياع أمهات الكتب يكون قولوا ما شيء أي كتاب أمهات الكتب من المصادر الأساسية صحة زي إلغاء ديوان الإنشاء عاديتين كعبارة شائعة وصغيرات قد تحفظها وهي لا إلغاء ديوان الإنشاء مش معنى تهالولاد إلغاء ديوان الإنشاء في وقت الملوك العباسيين ما من قبلهم كان عندهم منصب وزاري استشاري معناها هاد المنصب كما احنا في وقتنا يقبل تقول يسموه وزير ولا يسموه مستعشر كون هاد الوزراء والاستشاريين مجموعة من شعراء والأداباء معناه لأنهم هما مكلفين بالخليفة أو الوالي أنهم يصحوا للمنطق تاعه ما يعني يصحوا للمنطق تاعه المنطق جاي من النطق مش هي المنطق لالوجيك يعني ما يخلوش الوالي ولا الخليفة يتكلم كلام دون المستوى من ناحية الأدبية خلاش الخليفة رح يدير خطابات للشعب رح يلاقي شخصيات رح يبعث رسائل إلى الملوك رسائلته هش يكتبها هو ماشي هو يكتبوها دي وال إنشاء وإحنا دوكالو كان لو كان زي ما ننسي نقربوها لوقتنا نقدر نقلو باللي دي وال إنشاء يقابله في وقتنا مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالإعلام ولا عفسها ككاتب دولة مهم هو ليكتب الرسائل وليكتب الخطابات وشكون ليكتب الخطابات علماء اللغة والأدباء والشعارة فقط المماليك والعثمانيين الغاوة ما يسحطوهم وعليش الغاوة لأن اللغة المعتمدة عند المماليك والعثمانيين ما ولاتش اللغة العربية ولات اللغة ديالهم الأم وهذا اللغة الأم ديالهم في الغالب التركية وهنا اللغة في الغالب الكردية أو شيء من ذلك لغات محلية المهم لغات محلية ما هي اللغة العربية كيف تختفت اللغة العربية كاللغة رسمية للدولة ما ولاوش يسحقوا الأدباء والشعراء حتى يكتبوا لهم خطابات لأن الخطابات أصلاً لا تكتب اللغة العربية وهذا الشيء ثبت الأدب لما كان الأدب عنده منصب عالي تعرف أنت يا بني تكون شاعرت واللي جالس الأمراء والملوك تتعب في الأدب بتاعك علاش؟ لأنه على باك اللي يخرج طريق تخرج بصح لما ألغي يا ديوان لأنشاء ما كيش حاجة تحفز الأدباء فقط الأعمال الشاقة اللي هضرنا عليهم ما كيش خدمها الأعمال الشاقة كين أسباب أخرى يقولك عدم اتمام الملوك الجدد بالأدب وشعراء لأنهم أعاجب إلى آخر أسباب أخرى كذلك صحيحة المهم أحفظ أربعة وإذا جاءك السؤال هذا أعرف كيفاش تشرح فقط مشي لازم تمدها هكا باختصار الأولاد هنا وش درنا الأولاد مراجعة مفيدة ورائعة ومختصرة سويسوى أنا منحبش نزيد عليها وما لازمش كذلك المد معلومات قليلة لازم يدي التلميذ كل ما يحتاجه بلا ما ترجحه له فلسفة بلا ما يقول يشوف شغل بروف تعفيله ولا أستطيع تاريخ صحيحة لا يوجد كل ما في البروف تعرف التاريخ والفيلو لا يقول مواجه لهم يعيوا على كل هذا بسح لا يوجد كل ما فيهم صحيحة الشعر في عصر الضعف رأينا بعض الأساتي ذات الفيلو والفيلو يقولون يا شيخي عاير في المدى تأخذ لي عاير تشوف العربية نشوفك عاير العربية اللي أراك نشوفك نشوفك كيفاله جاء يلخطك صحيحة الولد ذوك بعدما راجعت عصر الضعف من المحيطات فيه ثلاثة عناصر وش راجع فيه وش علمت لكم فيه هكذا باش ما تتلفلك خلنا تعريفه تكون هو عصر الضعف ومبعد قدرنا سبب تسميته ومبعد أسباب الضعف معك تعلمت ثلاثة بركس قمهم تها في الملخص ديالك الشرح اللي كنت نقول ومشاء الله ومبعد تروح لي ما هو أهم تروح الأهم نحن ما جيناش عجل عصر الطعف شنو هو وقت شكا جينا على عجل آيوة الكرسي هذا راه يجيني جماعة أحطوا كل مرة وينصور مرة عندي لكم فيديو دخل القسم ومرة فيديو فيستيديو تعليقل فيديو اللي فات فيستيديو تعليقل وهنا راني فالضاعر المهم ما نرطيش الفيديو التاعي خي هكذا تفهمنا بالإمكانيات الموجودة نديرو فيديو بالإمكانيات الموجودة المتوفرة المهم الإنسان يتشجع ما لازمش نفش لنا ياخد شو كان نفش لنا انتم رحوا في ستين دهيا كما يقول المصري الشعر في عصر الضعف وش تعرف عليها ناوي اسباب انتشاره هنا السين مجد صح وش تعرف تعرف رواده وتعرف خصائصه وتعرف أغراضه دوكن بعد على بالي مجد بان أغراضه وش نقرأ على الشعر أربع أسئلة مهمة وعلاش انتشر الشعر في عصر الضعف ورواده وخصائصه وأغراضه يبقى هنا يده كيف الشعر في عصر الضعف هنزيد لكم مصطلح الأدبيين يسموه الشعر الديني عليه هتشم الشعر في عصر الضعف يركزونهم بزاف على شعر الموضوع الدين والعلميين يسموه الشعر التعليمي ها والعلميين يركزونهم على شعر للموضوع الدين لا يختلفون في الموضوع ومعشي في المرحلة والأخرى تقريبا عندهم نفس المشاكل ونفس الخصائص فقط يختلفون يركزون الأدبين على الموضوع الديني والعلمين يركزونهم على الموضوع العلمي كما قال بالصح في الغالب ما معهل العلميين تلقى عندهم موضوع ديني الزهد إلى آخره إذن لماذا تقرأ كل شيء؟ لأنه لا يوجد فاصل كبير بين العلميين والأدبين لا يوجد عدد تسمية هذا الشعر الديني وهذا الشعر التالي تنروحوا الأغراض وهو برك كل واحد يحفظ كل واحد يحفظ المقرر عليه الشعر التعليمي فكرون أغراض التعليم هذا العلميين الشعب العلمية الأربعة والأدبين عندهم شعر ديني زوج الزهد والمدائح النبوية معناها هذا كما قالوا له برك العلمي يحفظ هذا ويتقف هذا ويتقف هذا لماذا؟ قلت هذا وكذلك يدخلوهم في المواضيع الشعر التعليمي والزهد والمدائح يقرأهم الجميع بسم الله جماعة أسباب الانتشاري ليس نكتب بأم الأخير نحن ملي أكتب بأنتها كراس واستيلو قاعد تفرج فيها تشرب لاتي واقل عن بالكراني ينحاقي لك أنا لين شرب لاتي ثم ما تشربوش ممنوع شرب الشاي ما عاد لي الأستد ديكتاتوريا ديراكت أنا نشرب لاتي واسكوراني نهدر ننشف وانت على أنا نهدر وانت تنشف صحة لولاد أسباب انتشاري خموا مايا لحظة ركزوا معايا شوية بارك بدوك نشرح لكم هادية وش معدها أسباب انتشاري هاي شاهلة خلاص نقلوا في الشرق صح أسباب انتشاري خم مجمع احنا قرينا دوكال عصر ضعف من الحيطات وفقنا بالظروف سيئة بالغاية والظروف لا تشجع على الشعر أصلا أصلا نرمال ممكن نجو نبحثو ملقاو الشعر يجي حاو سو يفرقتو على الشعر ووراها الشعر ما كاش وين راح قراء الحالة ما تشكرش وين حبيتني نشعر أنا نخدم حمال وسودر ومنعافي راح بيتني نشعر وين نشعر نشعر ولكن السؤال المطروح وشنه هو وعليش الأشعار انضثرت وعليش غالبية القصائد والأغراض الشعرية انضثرت ما عاد بعض أمواع قليلة له هذه وعليش الشعر التعليمي بقى اصدار رغم أنه في عصر الضار وعليش الزود والمدأ إحنا بولي عندها طبيعة مواضيع الدينية انتشرت إذن هاد السؤال يجي في الباكس عراحة يجي وش يقول لكم أسباب انتشاره أو ازدهاره وعليش ازدهر انت رك تقول كين ضعف كيف هو يزدهر هل كين شيء يزدهر في الضعف شي يقول انت عندك أرض مالي حسب أنا نممي تبت فيها ولو تقعها كنبتة وحدة نبتة تدخل وبدأ تساءل يقول ايه هل شاي نبتة هادي مو مو ما تنبتش كين مالنبأت تقع ما ينبتوش هاد النبتة هاديك لأي نبتة عندها أسباب علاش دوق تشوف المباريرات ديالها أسباب انتشاره أسباب ازدهاري أسباب بقائه علاش مقاع الشعر هادا يا الديني والشعر التعليمي علاش مقاع صح الأسباب تحب الأسباب هادي نعطيك ثلاثة ولا أربعة أسباب ها ماركي عندك اللولا ظهر كرد فعل لتيار اللهو المجون مشهورة جدا من تعبير محبيش نبدلوه عليا لأنها مألوفة مش ما نجيب لكش مصطلحة جديدة ظهر كرد فعل لتيار اللهو المجون وهدا يصلح خاصة للزود وش معنى جماعة تيار اللهو المجون هما هذوك الجماعة المفسيدين تعال الفاسد يكلوا أموال الناس وكلش بالمعرفة وما نعرفهاش هذو تياره المجون مدام موجودين هذو العباد لازم نريزيستيه ولازم مقاومة هذي ثنائية ثنائية تاريخية أو قديمة الخير والشر مدام كان الشر لازم يكون يكون شوية على الخير يقاومه لهذا هذو الشعر الديني رغم السوق الظروف إلا أنه بقى مقاومة لتيار المجون لمواجهة أصحاب اللهو المجون إذن أول سبب خلى هذا النوع من الشعر اللي عنده هذو طبيعة المواضيع هذه ظهر كعرض فعل التيار المجون وهذا السبب يصلح كتر للزود طح دير ثنين للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحملات الصليبية هذه تصلح خاصة في موضوع عن مديح 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 نباوي لاحظة معايا فقط حملة الصليبية كانوا هذو الصليبين يحاربوا المسلمين فرغمنا نحاولهم نقاتسوا شوية من الشام من سوريا صح كانوا يهاجموا العقيدة ديالهم كانوا يهاجموا شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدفاع ما حشي يكون دفاع زعبات على الحرب مباركي إن دفاع واحد دفاع أدبي كان دور الشعراء هما اللي يعودوا يبينوا الجانب المشرق من الدين الإسلامي والجانب المشرق من السيرة النبوية على بيها القصائد فذلك الوقت كفرت قصائد المديح النبوي كفرت لأن كان دور ديالها وشنو هو هو تجميل صورة السيرة النبوية بعدما شوهها أو حاول تشويها الصليبيون ثلاثة سبب ثالث اتخذه الشعراء شواني نملي متقوليش هالشي خاك تزرب على أنا في اليوتيوب اتخذه الشعراء وسيلة للإصلاح معناها ماش مجرد نهضر على ندافع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هو مجرد نرد على المفسدين وإنما حبيت نصلح المجتمع دي وشنو الوسيلة ننصلح هذه القصائد هذي اللي عندها دات طبيعة دينية في الغالب أو أخلاقية كما الشعر التعليمي كانت خكم يعني مجرد صحيح وتوجي دير الخير عاون من إصلاح اتخذه شعراء وسيلة للإصلاح تدعو للأخلاق لإصلاح السلوك إلى آخر شيء جميل قد سبب رابع على الأولاد وقلوا لماذا كشمنا هذا لأن الله مستحيل تنساوها ما هو سبب سبب الأخران هو سوء الأحوال المعيشية كما قلنا هنا سبب للضعف وسبب لانتشار هذ المواضع هذي حبكم علاش شوفوا الأولاد ركز منعه سنة الحياة يميل بطبيعته إلى التدين أو المبالغة في التدين نحن بالدرجة نقوله الخوف يجري العجيز وهذه لاحظناها في زيل نحكي لكم حاجة وربما للآباء اللي يحي يشوفونها ولليش يكبر يوافقوني الرأي أنا كنت صغير حضرت الزنزلات عدمي طروة زيل بومرد استدعى سيق كنت نقرأها كي كنا في الانتحانات وقتع فصل ثالث نهاية ماي كنت نقرأها تحكم تحكم مافهمت وانا ماعباريش وشنو يزنزل الزعم يشتها في حياتي ممكنت شيء خاطر جدا المفيد كانت صدمة كبيرة بدنا نسمعه في الراديو باللي الويبا طاحت وعين طايا ومفهمناش منين أصلا يقولي الإنسان يقول يا ربي يكون مركز ديلها وراني بش ميكوش فاسد أكتر جاعده كي تشوف في الأضرار اللي صارت وين راك يقول سلامات يا رب المهم مش تلاحظت في المجتمع الجزائري بعدها وصرا تديون راهيب كان الجماع الأولياء اللي يطارون ديالكم اللي يلعبوها عليكم والتزمين وكلش قاعد تزموه بزنزلالة هنا إلا القليل النادر ما يلعبوها جا عليكم قاعد زعم أنصي نجاب ضروح وفتديون قاعد كانوا مدينين بزنزلالة ورواح وكي مالمروك دوكا كي ضربت فيها الزنزلالة وكي تلقى المجتمع ديال يكسبوا رجوع للدين في هذه المرحلة الشديدة وهذا شيء طبيعي أعبوكم مش تلاحظوا يا جماعة المهم بالخاش يهرب براها يا ريوح يجيبوا شوية قشت ديالهم يطلع الأمهات يطلعوا يجيبوا الدهب باش إدارابت الباطع ما لها لا تردع يجيبوا شوية عفايز غالين وكل واحد يروح كين لي عندوني وكين لي معه احنا كنا رايحين للبلاد عدنا ضار في البلاد في الجبل هكا قديمة عجد دياله يا رحبو مو هي مخارب نوالو جينا رايحين عقداش كنا رايحين عرب عطا صباح وقعد ثلاثة قبل اللي في الجر بواحد الساعة ثلاثة طاعة صباح في ماي قبل اللي في الجر بواحد الساعة وش كان مازل ما شيل في الجر كنا جي كنا صغير وش فيت لها كنا جايزين الجامعة الله جامعة الحومة باب صور محمد الله قاعد نقول وش بيوم قاعد نزقسي وش كون هادو عيصليو شعب الغاشي كتر من الجمعة الغاشي كبير ما هو سبب انو هادو الغاشي قاعد تلم في المسجد كتر من اللي تلم صلاة الجمعة في الحالات العادية ما هو السبب الحالة السيئة اللي كان فيها لأنه كان متشرد كاي اللي راح طلو دار وكاي اللي راح طلو دراهم وكاي اللي بقالوا وفاد لحياة ديها لاذا الانسان كي يكون في الحالة تعليأس هذه يميد الى التديون وهذا شيء طبيعي وما نقولوش زعما انت منافق كاي ضربت زنزل راح تصلي لا بالحاكس اذا ضربت زنزل وما يتسجم لما نعرف وقتها راح تسجم وهذا شيء طبيعي كما انتم الولاد كاي قريب الباك تقولوا مؤمنين الله يبارك يداري لابسين القندورة ويصلوا في التراويح ويصدقوا لا يدير شوية صرفة كافة الجيبة كاي اللي يقع الحاجة نعاونك نريد لك نجي معاك مش مشكلة هنا يصدق ادعي لي ومن بعدها غير يروح الباكالوريا يجي الصيف يتحول سيخونة يقول لي عكا على بال ساهل فهمنا عليه السوق حوال معيشية هي من اسباب انتشار المواضيع البينية هاي نروحوا الى روادي رواده كيف كيف احفظ لي ربعة وانا نفضل نعطيك واحدة ربعة سهلين كين واحد اسمه البوصيري هذا ما يتنحعي لازم تحفظ هو ذوي الرئيسي ومعدها عرف الثلاثة ولا ربعة يبدأوا ببن شكون هما ابنو عربي ابنو نباتة المصري ابنو الوردي تحب تزيد زيد ابنو الفارض المهم لازم بغير تزيد تعبن كين اسمه واحدة اخرى ولكن فياش بن انا نفضل اللي فيها بن حتى الجيس سهلا في الحفيظة اذا نوسقلنا في الرواد واش تكتب البوصيري ابنو عربي ابنو نباتة المصري وابنو الوردي وليح بيتبدل ابنو الوردي ابنو الفارض خلاص شتو بيلي معلومات بسيطة هذي مشي لي انساني يضيع فيها الوقت صح خصائصه هي صادوك انا شراح ومدل انت لا نفصل الى اكل خصائصه الولاد نحن نكتبهم هنا واحد اثنين ثلاثة ربعة خمسة ستة عليه ستة وعليش مشي ربعة يا شيخ لان الخصائص سؤال تطبيقي مشي سؤال نظري سؤال تطبيقي ما ينفعش نعطيك فيها ربعة تحصل ما تلقاهوش خلش كنقولك اجب دي الخصائص واشو نقولك اجب دي الخصائص الموجودة في النص واذا ما عرفت انت الخصائص اللي موجودة في النص ما الحسابش معلها على الاقل تكون حافظ ستة باش تقدر تلقى ربعة في النص ذيالك صح العناية بالتنميق اللفظي الشعر تعصر كم كان يعاني مهد الظاهر العناية بالتنميق اللفظي واش معانت العناية بالتنميق اللفظي شفت بزف تلاميذ يجيبوا لي واحد المطبوعات هكذا واحد ما تصلحش واش نفس الفكرة مكرز وجمرات في الخصائص معانت التنميذ يحسب روحه حافظ ستة هو في الحقيقة حافظ زوج ولاد لها ما لازمش نفس الخاصية بتدليل اللغة دي لها وتقول لي هايلي معانت مليح الإنسان يفهم ما معنى العناية بالتنميق اللفظي اللي ولاد معناها كانوا ينم قوي يزوق يزخرف يكاغدوا ان شاء الله يجي واحد اخر يقول لي الزخرفة اللفظية نفسها الزخرفة أو التنميق أو التزويق اللفظي نفس الشي بقياج كاموفولاج صحة كيفش يكاموفلي القاصدة كيفش يزوقها بالمحسينات البديعية كي يجي تنميذ وحده أخر يجيب لي مطوية أو لا مطبوعة مكتوب فيها كثرة المحسينات البديعية أليس هي نفسها التنميق اللفظي كيفش تنمك هاي بالمحسينات كثرة المحسينات هي التنميق والتنميق هي كثرة المحسينات مليح لقيت بعض المطبوعات وش فيها العناية بالشكل دون المضمون يهتم بالشكل الخارجي مشي بالفكرة هدا نفسه التنميق اللفظي وشنو التنميق اللفظي الزخرة في الشكلية الخارجية بالمحسينات والمحسينات يزخرفوا ايه يزخرفوا الشكل فلا هدا كانت عبارات لها نفس المعنى احذروا وشنو هي العناية بالتنميق اللفظي كثرة المحسينات البديعية والاعتناء بالشكل دون المضمون صح عيد انت جميل وانت تفهم صح اثنين ما هي الخاصية التانية لطبعة ادب عصر الضعف النهيطاب بيكانت كالقالب لعصر الضعف النهيطاب بيكانت كالشرط يصعب انه يخرج عليه شاعر في عصر الضعف النهيطاب شو العدوى مراضية صح قلة المعاني وتكرارها لولاد قلة المعاني وتكرارها مثل المعاني قليلة وتتعاود الافكار قليلة تتعاود شوف لاحظة معي من قصيدة الى قصيدة لا يحملك الشاعر الى معاني جديدة تكتشفها تتعلمها معاه من قصيدة الى قصيدة يرهجك بالتكرار نفس الفكرة تتعاود عدة مرات ونفس الالفاظ بالأحيان في قصيدة واحدة يكرر الفكرة عدة مرات يقول الشاعر في قصيدة يوصف فيهن البيس وصلم انه نور من بعد ضياء من بعد مصباح وكل فضيلة وامام وام بزهر خلاص نور ضياء ومصباح ها خير واحدة هنا وشتلاحظ تكرار مش نفس الكلمة ولكن نفس المعنى قلة المعاني وتكرارها وهذا ضعيف نقول عليه شاعر ضعيف شاعر اللي ينمق ضعيف وشاعر اللي ما عندوش معاني اللي قاعد يعاود في الهضرة كذلك ضعيف وهذه من آثار الضعف والانحيطات اللي هضرنا عليها منعكست على الشاعر وعلى الأدب صح ثلاثة اكتب معي الولاد ثلاثة كثرت الاقتباس تقوليش يا الشيخ مانيش نشوف ولا ما كيفاش آني نمليلك والتضمين كثرت الاقتباس والتضمين كثرت الاقتباس والتضمين شمعتها الولاد الاقتباس والتضمين الاقتباس يخذ من معاني وألفاظ القرآن والسنة بكري كان يعتبره محسن بديعي لفظة لماذا قطرش كانوا يدوه حرفية من قرآن والسنة معامروا الوقت كي جاء الأدب بالحديث ما ولاش يحب هذه اللفظية هذية ولا المحسن معناه المهم كانوا يكثروا من الاقتباس والتضمين الاقتباس يخذون من قرآن والسنة والتضمين يخذون كلام شعر يجي مثلا حسان بن ثابت تكتب قصيدة في متح النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها والو ستكثر منه سلبي طرح ربعة وحدة البيت معروفة هذي مستحيل ما تلقاهاش في القصيدة لازم تكون وحدة البيت ما معناه وحدة البيت لولا أكتب عندك إمكانية التقديم والتأخير والحفف إمكانية التقديم والتأخير والحفف وش معناه؟ عند القصيدة ما مش منظمة إلى درجة أنه انت كتلميذ بسيط تقدر تحذف شوية أبيات ما يعجبوكش ولا تبدلهم مكان إمكانية التقديم والتأخير والحفف لأن القصيدة غير منظمة صحة خمسة تعدد الأغراض خمسة تعدد الأغراض وش معناها تعدد الأغراض لولد معناها لا يكتفي الشاعر بغرض شعري واحد مثلا دي ما رأى يمدح في النبي صدر ما ما منكمل يمدح لا لا هو يقولي أغيرا والموت والزهد يبدأ يمدح في النبي صمع يبدأ يفتخر بروح هنا وشك تلاحظ غير الموضوع يبدل الموضوع ما تديد بزيف موضوع في قصيدة واحدة إذا لقيت ويضر على الأقل زوج هما جين يرون يخلقوا بين المديح والزهد والفخر وعلى الأقل تلقى زوج منهم إذا لقيت عدة موضوع في قصيدة واحدة وش تقولي قولي كيم هذه الظاهرة هذه اللي اسموها تعدد الأغراض ولا خف تنسى أكتب تعدد الأغراض وشنو هي تعدد المواضع كثرت المواضع في قصيدة واحدة والخرانية هي التقليد شكلا ومضمونا التقليد شكلا ومضمونا معناها عاصر الضعف مفروغ من عاما جابوا حتى جديد حافظوا على الخصائص اللي كانت بكري في العارض سواء القافية والبحر والأخر ومضمون كذلك نفس الأفكار ممكن يحتاجها فكرة جديدة الأغراض كلها قديمة الأفكار كلها قديمة التقنيات اللي يستعملها كلها قديمة ولهذا نحكم عليه بليه مقلقة شكلا ومضمونا الولاد غضبوا إن شاء الله في الانتيحان يقولي قلقوا يعطيني خصائص المديح ولا خصائص شعر التعليمي ولا خصائص الزهد ولا خصائص شعر في عصر الضعف ولا خصائص عموما تعدى بعصر الضعف تلقى شوية من هذا ومش تلقىهم قاعد على بها ما تديتشوية زيادة فهمت عليها الفكرة في النص ديالك مش بالضرورة تلقى تنميق اللفذي إذا ما لقيش تنميق اللفذي تلقى الثاني مع أنت على الأقل يكون عندك في رأسك الستة مش إذا طلب منك ثلاثة أو أربع خصائص يوري تلقاهم كان بعض الخصائص اللي ربما أكيد تلقاهم كما التقليد ووحدة البيت هذا ما مستحيل ما تلقاهمش كامل تعصد ضح مقلدين ويستعملوا وحدة البيت ولكن الخصائص الأخرى انتوا نص ليروا أمامك انتوا القصيدة ليري أمامك فهمتوا ليش كامل العناصر قلت لك أحفظ ربع عبرك غير اللي حقت له هنا قلت لك أحفظ كتر أحفظ ستة لأن هذا سؤال تطبيقي يحتاج إلى تفكير وتخمين وفهم للنص وتطبيق عليه ماشي جواب مباشر دوكا لحقنا العنصر الأخير خلاص الدرس بهذا العنصر يهو أغراضه إحنا هنا في أغراضه ما يطالبوناش كامل بنفس المحتوى كل واحد يحفظ الغرض اللي يقرع عليه دوك نبدو بالعلميين الشعر التعليمي صح العلميين يكتبوا تعريف الشعر التعليمي ويطبقوا يروحوا تخلاص الفيديو دي لهم ويبقوا معايا أدف فلسفة ولغة هاي جماعة هاي العلميين اكتب بكتب تعريف الشعر التعليمي شعر قديم ظهر في القرن الثاني للهجرة قرن الثاني للهجرة يهتم بتلخيص اختصار ايجاز مختلف العلوم وافتح لي قوس وكتب لي بعض الامدلات العلومي كانت في وقتهم. ما كوني العلومي كانت في وقت العصر للضعف ونحيطات مثل تاريخ السيرة فلسفة المنطق الى اخر مختلف العلومي كانت في ذاك الوقت. في شكل منظومات شعرية معنى المختصر هذا يا راهو قاصيدة ما راهوش نطر ما راهوش كتاب ما راهو قاصيدة وهذا الشيء ما وقعش بزاف في الامم وقع عند اليونان سيوها اليونان شوية وسيوها العرب شوية شنو هي نجيب لك قاصيدة مختصرة صغيرة هكذا باش جي سهلة للحفظ في اي وضمن عطيك كتاب تحفظه تحتاريخ وجغرافيا نعطيك قاصيدة تحفظها وهي الطريق اللي كانت مجربة والاسلاف تعنى الاباء تعنى مبكري يقروا بها في الجوامع ولا يتشفعوا عليها يجيب لك منظومة في احكم التجويد الشاطبي ولا ابن الجزاري ويجيب لك منظومة في النحو ابن فية ابن مالك ولا النظم عبيد ربه ابن اجره ولا يجيب لك منظومة في التاريخ ولا منظومة في السياسة اي جي تقرأ اي حاجة يجيب لك قاصيدة هكذا يتحفظها ما كيتحفظها هذيك القاصيدة وش يكون فيها الداخل؟ يكون فيها مبادئ العلوم كيش علم؟ علم السيرة تلقى موضوع ديني علم التاريخ علم كذا اذا حفظت القاصيدة حفظت شوية العلوم تقدروا تحط طالعوا في الانترنت هكذا روحوا وشوفوا مثلا منظومة الفية ابن مالك تلقاها تهضر على النحو منظومة الشاطبي تلقاها تهضر على القراءات الفية العراقي تلقاها تهضر على الحديث وهكذا مختلف العلوم اللي كانت في وقت عصر ضحفة الانترنت هذي القاصيدة هذي يسموها منظومات علمية ولا ستطر عليها اكتب أرجوزات بش ميتلف هالك أرجوزات علمية وش معتها منظومات علمية؟ وش معتها أرجوزات علمية؟ معنتها شعر تالي معنتها شعر وهو شعر بس هالموضوع دياله شنوه؟ يعلم ولكن أنا تسألوني في الباك يا شيخ ولاجاتي ماذا ما جاش في الباك هذا المحور ماذا ما جاش هاي الشيخ اللي يجي في الباك وش يجي؟ هذي يجي مواضع علمية أنا لا أظن من توقعش يجي مواضع علمية علش؟ إن المواضع العلمية بزيف صعيبة علش بزيف صعيبة ودوك تشوفوها الجماعة نحلكم مواضع نحلوا مواضع وتشوفوا نحل موضوع علمي وموضوع توجيه أنا نظن بلي إذا جي الشيء التعليمي في الباك يجي موضوع ديني نصائح وإرشادات دينية سجلها عندك هذا الظنة على الأستاذ إذا جاء في الباكلوريوس يجي من في الامتحانة الفوردة؟ يجي نصائح وإرشادات دينية مع أنت يجي بنو الوردي يعطيك نصائح يجي ببوصيري يعطيك نصائح وإرشادات وهذه نصائح وإرشادات طبيعة ديالها ماذا؟ طبيعة ديالها الدينية تشبه سوى سوى للمديح والزهد على بيها قرأيناكم كيف كيف يفخش في النهاية أحيقلكم غير المواضيع اللي تشبه للمديح والزهد فهمنا؟ عليش؟ لأن المواضيع ذات الطبيعة العلمية صعبة وكان قول لك قال ابن مالك في ألفية هيك تروح تحوس عليها فلا أنت كلامنا لفظ مفيد كستقم اسم فعل ثم حرف الكلم واش فهمت؟ والو عبوك شوشتين؟ عبوك شوشتين؟ عبوك شوشتين؟ عبوك شوشتين جاوبني والو ما فهمت؟ والو واش مع أنت كلامنا لفظ؟ عبوك ش دار تعريف الكلام مثال على الكلام أقسام الكلام أو يدير درس النحو درس تعريف الكلام الكلام هو كل لفظ مفيد هو لفظ أفاد بمعنى مثال استقم هو مثال على الكلام أقسام الكلام ينقسم الكلام إلى حروف وأسماء وأفعال ومبعد أموره هايزة ديماري الحروف هي والأفعال هي الأفعال كأسماء المنصوبات الأسماء ومجرورات إلى آخر كلات أنواع او يدير دار سيد خلاص توغل في النحو ببيت واحد او توغل في النحو ايش رحلك في النحو وهذا النحو انت لقى واعد طالبك وك حاصل فيه زعمك حتفهم قصيدة عن نحو اللي عندها عشر قرون لا اضع ولهذا ما انظنش باللي هذك اللي حدير سيجي طالبك حيغامر بينها ويجيب لنا قصيدة زعمات على الفلسفة اللي عندها عشر قرون ولا اقمدوا ما علمية تعال النحو اللي عنده عشر قرون ما انظنش اذا جهد الموضوع يجي مجرد نصائح وارشادات دينية دي الخير عاون الاخيرة بلك الموت التقوى كذا هذا ما كان نصائح وارشادات دينية خلاص العلمين فهمنا الولاد روحوا ربي سهلكم ان شاء الله روحوا تقردوا كحواجه وحده اخرين العربية طلع بيها المورال وشد بيها الريد ومبعد اطيح عليها المواد الاساسية رياضية الفيزياء وما هناك يبقى معايا اداب فلسفة ولغات اداب فلسفة ولغات واش تكتب بندها اكتب الزهن روحوا ولا نبدأوا بالنادي حسين هنا في العادة نبدأ بالمادي يعني نفهمشوش صار علي اليوم اكتب مدائح نبوية واش نديروا لهم المدائح نبوية هادو كل واحد فيهم نعطولوا تعريف ومواضيع نفصلوا كتر نديروا تعريف ومواضيع صحة تعريف المدائح نبوية اكتبوا غرض شعري قديم ظهر في العصر الاسلامي ولا تقول ظهر في صدر الاسلام مدائح نبوية شكون لي خرجوا خرجوا حسان بن ثابت اذا غرض شعري قديم ظهر في صدر الاسلام بقصائد حسان بن ثابت تحب زيدها مليحة وانتشر في عصر الضعف ما انتم ما زالوا في عصر الضعف مختفاش وانتشر في عصر الضعف يهتم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقيا وخلقيا يوصفوه مقع النواهي معنا خلقيا وخلقيا ويتميز بالصدق العاطفة والأحاسس يهتم بوصف النبي خلقيا وخلقيا هذا هو الموضوع التاعه والميزة التاعه الأساسية شكون هي الصدق العاطفة والأحاسس صحة أما مواضيعه مواضيع المديح نبوية لولاد شفاوة هين ربعة مواضيع ولا خمسة ولا ربعة خلوها ربعة ولا خمسة كما تبغير صحة واحد وصف النبي خلقيا وخلقيا بين هذه ولكن نبهكم لولاد إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطوله أسماء وكنا وإشارات وتلميحات انتبهوا لها يقول وقفت بجاه المصطفى آماله فكأنه بذنوبه يتقرب هل قال النبي هل قال الرسول هل قال محمد ما قالش قال المصطفى لهذا لازمنا يكون عندنا تقافى بهذا الكونا والأسماء أكتب عني محمد محمود أحمد مصطفى المهدي الهاشمي المكي المدني هذو كامل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمود الشافية هذو كامل كونا دير نقاط إلى آخره كل ما تفكر اسم ولا كونية لنب أبو القاسم أبو عبد الله هذو كامل كونا للنبي ماشي لازم يقول كلمة النبي باش تفيع بالله ويضرع النبوة خلاص النقطة الثانية مدحو صحابته وقربته كان بزافة على بلونش بالله في المديحة النبوية يقدر يخرج من شخص النبي صنع إلى الأقارب بتاهم كما الحسن والحسين عائشة أبو بكر وعمر سمهم العمرين ولا السبطين حسن الحسين سمه السبطين عالي هذو الأقارب بتاهم يقرب له بزاف يقدروا يمدحوه حين يمدحو بلال صح الثالثة معجزاته ودلائل نبوته يبدأ يفتخر بالنبي سوصلنا موسرلو بالمعجزات وأدلة تبدل على أنه نبي ويمدحو صح الخامسة والرابعة هاي المهم تلفت ليه بعدها ليه بعدها الشوق إليه وإلى مدينته يبدأ يشتاق الشاعر يشتاق له والمدينة تعو هلن يجب أن تعرف تاني كاسمها المدينة اسمها يثرب المدينة المنورة ولا طيبة 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 تعرفوا يا جماعة هذه الغنيات تعيها طيبة ها هذيك مديح نابا ويتهضر على المدينة ليه يهضر على المدينة قلوا مديح نابا هاتش طيبة علاش متفون فيها النبي صلى الله عليه إذن نيشتاق للنبي يشتاق يروح يشتاق قبر تعوين في المدينة إذن يغنوا على المدينة هذا مكان وهذا دايما لصيقة طيبة والمدينة لصيقة بالمديح النبوي الأخران يقع الافتخار بالمدح بمدح الرسول افتخار بمدح الرسول وطلب شفاعته مع انتها هذيك الشاعر اللي يكتب قصيدة على الرسول ويجب اللي يقول يقول هذي القصيدة تعهير مخيرة وتشبه الله روسا وديرها هك تشعل وما نعرف واش وإن شاء الله يشفع لي في يوم القيامة عجل كي كتبت فيه قصيدة كامل القصاعد في يوم هذي الفكرة تقريبا شاعر ما يراطيش دايما يقول أنا كتبت قصيدة خارما انت حسان واخرما انت أبو العتاهية وهو المليار وهو المخيرة وهذه القصيدة هذي نخبيها شفاع يوم القيامة هذي الفكرة هذي يتكرر بزاف ماذا إحنا بأول هذو ما الأفكار عطيت لك ملخص رائعا مديح نبا وشي هذر أنا عندك حتى عذر وغدوة إن شاء الله هتقرأ قصيدة ما تفعناش خاش عطيت لك قال مفاتح مالأخر دبرا رأسك رحا نروحول الزهد 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 كتعريف نقوله غارض شعري قديم هو ثاني قديم هو جديد على المديح بسحة قديم هو غارض شعري قديم ظهر في العصر العباسي بقصائد أبي العتاهية وانتشر في عصر الضف ما تبقى عصر الضف باش يهتم موضوع يدعو إلى ترك الدنيا وملد ذاتها يقولك بلك الدنيا يدعو إلى ترك الدنيا وملد ذاتها ويتميز شين ميزة تعوه بطابع الوعظ والإرشاد قولي يا تك نصيحة دير الخير من ناطرة الدنيا وأقبل على الآخرة واحذر الموت والمعاصي إلى آخر المواضيع تعو الأفكار الزهد فيها ثلاثة يسموه تينيك شعر تصوف جماعة نفس الشياء شعر التصوف أو الزهد وعليش يسموها شعر التصوف والزهد لم يهمك ماشي سؤال يجي في الباقة صح موضوع الأولاني الدعوة إلى ترك الدنيا ومن التوسع في ملد ذاتها يقولك بلك الدنيا التوسع فيها تخرجكش ما تخرجش الثانية التحذير من الذنوب والمعاصي والتوبة منها يحذرك من الذنوب والمعاصي ويدعوك إلى التوبة الثالثة يهضر بزاف على الدنيا عفوا على الآخرة والموت الآخرة التذكير بالآخرة والموت والاستعداد لها هدوما ثلاثة الأفكار الرئيسية والجوهرية تأشعر شعر الزهد لأولاد أكتب المخطط ليدرته رائع نوان الضرس ثلاثة أفكار تعصر الضعف من جهة ما حط الشعر تعك منها تعرف أسباب انتشاره تعرف الرواد ديالو تعرف خصائص ديالو فاهمهم وبعدها تحكم أغرات شعرية تعكيدة كنت علمي دير شعر تعليمي برك والخليم فاهمهم برك إذا كنت أدابي دير غير الزهد والمديح تعريف والرواد ديالو أفوال تعريف والمواضيع وتوكل على ربي بتحلف ليباك اللي حبي يحل ليباك يقدر ما يحلش برك البناء اللغوي كي يحصل دعم ما كش طرس حكا في القاعد ما تعرفوا شفوت بس حبينا الفكري يا كواجدين جماعة أبدا تحلف للمواضيع جماعة ما تنسوش تدخلوه في مجموعة تلكرام مهمة بززار أنا أخدم يوتيوب بتليقرام مع تيداك حاب نتبعك وما تبحرش أدخل تليقرام أراني دير مجموعة نحط فيها الفيديو الدروس حط لهم ما يحتاجون بعض الأشياء اللي يحتاجوها مبدرتها العوام نفات ونحطها نحط منخصات وثائق تمارين المهم كل شراءوا في تليقرام أكتب خالد حماش في تليقرام بالعربية ولا دخل ماشي بالعربية بفرنسية حماش خالد حماش معتيري هدك بقد الفين وعشر ولا دوك نخليلك الرابط في الكومونتر مثبت أتها الله وفروحكم طلّو بعضكم إبتسم أنت لستسجار